تحية طيبة مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من برنامج عطاريه ضيف حلقتنا هذا اليوم الدكتور علي إبراهيم مرحبا دكتور أهلا وسهلا بك أستاذ دكتور نتحدث عن مغامرة الدراسات العلياة نعم والجهد اللي بذلت بالدراسات العليا اللي جاب عنها السؤال بعد أن نشاهد هذا التقرير مشاهدين الكرام نشاهد هذا التقرير وبعدها لنا أعود على قاعة العلوم التطبيقية في جامعة سامراء نوقشت رسالة الماجستير للطالب إحسان حسين والتي تحمل عنوان تأثيرات بعض المستخلصات الحشرية على البكتورية المعزولة من الجروح ومقارنتها بالمضادات الحيوية البحث يعتبر من البحوث الرائدة في مجال المكافحة في مجال الانتي ميكروبيل البيبتايز وهذه المواد كلية موجودة في الحشرات وهذه المواد هي عبارة عن محاولة لقضاء على البكتورية وباقي الميكروبات باستخدام اسلوب المضادات الحيوية حقا الطالب تقدم بنتائج كلش مهمة كانت تصب في مصلحة استخدام بدائل عن المضادات الحيوية البدائل أعطت نتائج حقيقية جيدة جدا بالمقارنة مع المضادات الحيوية الأساتذة المناقشون أثنوا على أهمية الرسالة في استخلاص المواد الطبيعية وإيجاد البدائل للمضادات الحيوية والتي تكون أقل كلفة وأكثر أمانا في الاستخدام المستخلصات طبعا هي مستخلصات طبيعية من حشرات أما من ناحية الأمان أو الآثار الجانبية طبعا تكون سليمة يعني إذا ما تثبت يعني ما تأثر الكيميائية هي تفيد وتأثر بينما يعني بها آثار جانبية أما منها تكون سليمة تكمن أهمية هذه الرسالة في تجديد وعيادة الاهتمام لإستخدام البدائل الطبيعية والتي استخدمت منذ آلاف السنين للعراقية العامة حامد السام الرائي صلاح الدين عبد مرة أخرى مشاهدين الكرام الحديث أكثر عن دراسات العليا مع الدكتور علي إبراهيم مرحبا مرة أخرى مرحبا بك أستاذ دكتور علي أريد أن تتحدث عن الدراسات العليا طريقة التقديم للدراسات العليا هل هناك صعوبة في التقديم على الدراسات العليا وما هي طبيعة الدراسة التي جنابك أتمامتها على خير الله يخليك في البداية كانت التجربة جميلة جدا بالرغم من الصعوبات يخضع طلاب المتقدمين على المعهد العالي لدراسات المحاسبية والمالية إلى نفس الظوابط الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنفس الفقرات ونفس جنابك الكريم ما قدمت ماجستير ودكتورة قدمت معهد عالي المعهد العالي لدراسات المحاسبية والمالية يستقبل المعهد العالي مخرجات الكليات المتمثلة بالمحاسبين باكالوريوس محاسبة وغيرها من هذه الاختصاصات المحصورة في المحاسبة يتكون المعهد العالي من قسمين قسم الدراسات المالية وقسم الدراسات المحاسبية قسم الدراسات المالية يضمن ثلاث فروق اللي هي الدراسات المصارف والضرائب والتأمين والقسم المحاسبي يضمن فرعين هي محاسبة الكلف والإدارية والمحاسبة القانونية يتقدمون الطلاب التنافس إلى هذه الأقسام طبعا دراسات المحاسبية تعطي شهادة تسمى هي أعلى شهادة مهنية في حق الاختصاص يتمتع حاملها بجميع حقوق وانتيازات الماجستير يعني فقط اللي مارسين المهنة؟ لا مو شرط يعني مجرد حتى لو غير موظف يعني متخرج من البكالوريوس مباشرة ممكن يقدم في هذا الحق في أي قسم من هذه الأقسام الخمسة؟ هو قسمين القسم الأول دراسات المحاسبية أنا أعبك محاسبة أنا دراست على الدراسات المحاسبية قدمت على الدراسات المحاسبية اللي هي بها فرعين محاسبة الكلف والمحاسبة القانونية مدة الدراسة بها هذه ست سنوات جنابك كلف أو قانونية؟ أنا على محاسبة الكلف اللي هي تعطي شهادة محاسب كلف وإدارية يتمتع حاملها بجميع حقوق وانتيازات شهادة الدكتورة من تاريخ الحصول عليها مدة الدراسة بها هذه ست سنوات تكون أربعة جانب أكاديمي ومهني واثنين بحثية القانون بالمعهد ينص على أنه تكون مدة الدراسة لا تقل عن أربع سنوات ولا تزيد عن ست سنوات للجانب قسم الدراسات المحاسبية نعم خضعت لكل الظوابط اللي خضع لها أبو الماجستير والدكتورة بالتقديم؟ نعم تماماً حسب الظوابط الصادرة عن غزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنفس الشروط المنافسة ونفس الشروط التقديم ونفس المواعد المنصوص عليها في هذه التعليمات نعم المنافسة؟ شون كانت المنافسة؟ كنت تحس بصعوبة بالحصول على المقعد؟ أكيد طبعاً لأنه المعهد يعد كل سنة خطة للمقاعد المتاحة على القناة الخاصة وقناة العامة وكذلك قناة الشهداء والامتيازات فحسب عدد المتقدمين لامتحان التنافسي تبدأ المنافسة والامتحان وبعدها تظهر النتائج حسب التوقيتات اللي عادتها وزارة التعليم العالي ومن ثم يبدأ القبول والتحق الطلبة بالمقاعد الدراسية طبعاً أكيد كانت تجربة يعني فريد هنا آلية الدراسة تختلف بالمعهد العالي أربع سنوات تحضيرية مثل ما ذكرت؟ نعم شون كانت هذه الأربع سنوات؟ شون الضم؟ هذه الأربع سنوات الضم شقين من الدراسة أول الشق الأول اللي هو الجانب النظري والأكاديمي اللي يلتحق الطلبة بمقاعد الدراسة وتكون عبارة عن محاضرات وانتحانات وبيبارات وإلى آخرين من هذا الجانب الأكاديمي مدة الدراسة 25 أسبوع للجانب الأكاديمي والنظري بعدها تأتي 25 أسبوع ثاني اللي هي تكون تدريب للطلبة في ديوان رقابة المالية الاتحادي يتدربون وفق برامج معينة لكل مرحلة برنامج الطالب عليه أن ينفذ فقرات هذه البرنامج بالدوائر الخاضعة لتدقيق ديوان رقابة المالية ويعمل هذا الطالب مع الفريق الرقابي بالهيئات الرقابية الموزعة على هذه الدوائر أو المؤسسات الخاضعة لديوان رقابة المالية لرقابة الديوان جنابك الكريم مارس مهنة المحاسبة قبل دخولك للدراسات العليا؟ نعم أنا موظف ديوان رقابة المالية الاتحادي أتعينه في سنة 2011 وفصارت عندي خبرة حسب السنوات اللي أنا عملت بيها بالجانب المحاسبي والتدقيقي بعدها التحقت بالدراسة نعم هذه الخبرة خدمتك في الدراسة الأكاديمية؟ نعم نعم أكيد لهذه الخبرة لها دور كون أنه الموظف عنده يعني بعض الخبرة اللي تكون في صياغة العبارات والجمل والإجابة والحوار مع الأساتذة يعني بعض الأفضل اللي نقول للموظف أكيد غير الطالب اللي مثلا غير موظف أو ما عنده وظيفة دكتور علي هدف دخولك للدراسات العليا هي فقط شهادة تنضج عملك المحاسبي في دوائر الدولة؟ مؤكد هو الحصول على الدراسة هو هدف في زيادة المعرفة إلي وزيادة الخبرة الميدانية عن طريق التدريب اللي دربناه في المعهد وبالإضافة لأنه أساسا كان الفكرة الأساسية من التقديم على الدراسة نعكس هذه الخبرة والخبرة العلمية والعمل اللي أخذناها من المعهد في خدمة مؤسستنا وتقديم كل ما هو أفضل من الجانب المهني في العمل التدقيقي والرقابي والمحاسب بصورة عامة نعم جنابك محاسبة كلف نعم شون الفرق بين محاسبة كلف والمحاسبة القانونية مثل ما ذكرت؟ نعم شون الفرق؟ محاسبة التكاليف أو محاسبة كلف والإدارية يكون عمل داخل المؤسسات في أعداد التقارير المتنوعة واحتساب كلفة المنتجات اللي هي سلع وخدمات وصولا إلى السعر وتحليل الاستثمارات وممكن تقييم المشاريع بينما المحاسب القانوني هو نشاطة تدقيقي ورقابي على الأنشطة المؤسسات ما بعد عمليات الصرف وغيرها وممكن الاستشارات أيضا المحاسبية فهذا الفرق اللي بيناتنا تقريبا نعم بعد دخولك للدراسات العليا في أي سنة من هذه السنوات الستة بدأت بتقديم خطة البحث ورسم خطة بحث لكتابة بحث في الدكتورة؟ بدت الفكرة من المرحلة الثالثة بالتدريب في المرحلة الثالثة بعد ما اتدربت في الشركة العامة لخطوط الجوية العراقية لاحظت مشكلة معينة وبدأت تتبلور عندي الفكرة ولما انتقلت المرحلة الرابعة بدأت أحضر لها وصار عندي يفد عنوان بسيط عن المشكلة ولما اجتازيت المراحل الأساسية في الدراسة النظرية ووصلت لمرحلة البحث صغت المشكلة ودخلت السمنار وصار علي بعض التعديلات من أساتذتنا الأفاظة يعني هذا العنوان اللي انت اتخذته هو عنوان اللي بحث طروح الدكتورة هو بمساعدة أساتذة من ضمن الاختصاص؟ نعم اكيد احنا يكون البحث للطالب بالمعهد العالي يكون بحث تطبيقي وليس أطروح الدكتورة لأن البحث التطبيقي يعتمد على جانب العملي أكثر من جانب الفلسفي فطبعا اكيد في داخل حلقة السمنار أساتذتنا عدلوا على بعض المفردات والمتغيرات وشكلنا الصيغة اللي تخدم البحث واللي تطلع بنتيجة إيجابية نقدمها كحلول المشاكل اللي شخصناها أثناء فترات التدريب وأصلا اللي احنا مفكرين أنه نلقالها حل ويكون بشكل إيجابي للمؤسسة اللي احنا دربنا بيها كيف كانت صياغة العنوان وما هي المشكلة في العنوان والمتغيرات الإجابة عن هذا السؤال بعد أن نشاهد هذا التقرير مشاهدين الكرام نشاهد هذا التقرير وبعدها لنا عودة المقاربات النحوية في علال التعبير القرآنية عند المحدثين والتي تتناول معرفة أسرار التعبير القرآنية عنوان أطروحة الدكتورة التي جرت وقائعها في جامعة واسطة كلية التربية للعلوم الإنسانية قسم اللغة العربية للباحثة فاطمة سمير قد اشتغلت الباحثة على مساحة كبيرة في علال التعبير القرآني شملت كتب المحدثين عامة في التفاسير وفي كتب عراب القرآن وفي الكتب الأخرى وقد أشادت لجنة المناقشة بهذه الأطروحة ولما لها من أثر مهم في المكتبة العربية لكونها تقدم علالا تناولها المحدثون وركزت عليها الباحثة وأفاضت فيها وقدمت دلالات جديدة وكثيرة الطالب أيضا كان عندها علم وفهم لهذا الموضوع بشكل عام وألمت بمنهجية هذا البحث بشكل جيد إلى حدمة جوده المشرف كان واضح أيضا في هذه الأطروحة لكن مع ذلك كانت لدينا ملاحظات وكانت لدينا بعض الإشكاليات التي نراها أنها تغني البحث وتعزز من قيمة هذا البحث وتعزز من قيمة هذه الدراسة وترصن هذا الجانب العلمي هذا هو الذي دائما ندعو إليه دائما نطلب من الطالب في البدء أن يتسع صدره لمثل هذه الملاحظات هذه الملاحظات التي نذكرها دائما للطالب ليس الغاية منها تنقيص البحث أو توهينه أو ما شاكل ذلك إنما تعزيز قدرة الباحث وتلافي هذه الأخطاء جملة من النتائج أوضحها البحث للكشف عن أسرار القرآن الكريم ومقاصده التعبيرية للوقوف على دلالة الألفاظ وصياغة الأساليب واعتماد المحدثين على شرحية اللفظ ومكانته في الوجود وغيرها من النتائج التي بيّنتها الباحثة في الدراسة أنا حبيت أن أطرح هذا الموضوع رغبة للباحث للكشف عن أسرار التعبير القرآني لأن أسرار التعبير القرآني لا تنقضي عجائبه مهما بحثه ومهما فسر الباحثون بذلك فالحمد لله والشكر استطعت ولو أنه بالعدد اليسير والقليل أن ألم بجوانب هذا الموضوع لعله يترك أثرا لدى الدرس بالدراسة النحوية وخصصت بالذكر عند المحدثين لأن المحدثين الآن في صدد الدراسة والبحث ليس كما القدماء ووصفوا بالتجديد والتحليل لكلام الله سبحانه وتعالى فجاءت دراسة دراسة نحوية المقاربات النحوية في علل التعبير القرآني عند المحدثين طروحة جيدة تناولت فيها الموضوع واسع جدا استطاعت الطالب أن تلم به وتدرسه دراسة جيدة جدا الطالب أحسنت في معالجة الموضوع من محافظة وسط لبرنامج أطاريح ابتسام الصافي عودة مرة أخرى مشاهدينك كرام الفصل الآخر من برنامجنا لهذا اليوم الحديثة أكثر عن الدراسات العليا وبحث في أطروح الدكتورة للباحث والدكتور علي إبراهيم مرحبا مرة أخرى أحنا مميك تساة الدكتور تحدث عن اختيارك أو صياغتك للعنوان وما هي المشكلة في العنوان والمتغيرات في هذا العنوان كانت المشكلة بالعنوان التي تبلورت الفكرة بها أثناء فترة التدريب التي هي ارتفاع تكاليف تذاكر رحلات الجوية الخاصة بالشركة العامة الخطوط الجوية العراقية لذا كانت الفكرة أنه دراسة أسباب الارتفاع وكيفية معالجتها فتم اختيار تقنية من تقنيات محاسبة الإدارية الستراتيجية التي تسمى سلسلة القيمة كمتغير مستقل وكذلك اختارت تقنية تعتمد على جانب تكنولوجيا المعلومات التي هي أنترنيت الأشياء بفكرة تصميم برنامج لحجز التذاكر وشراءها عن طريق الأجزاء الذكية بدلا من الذهاب إلى المكاتب المنتشرة في المناطق وشراء التذاكر بالطريقة التقليدية فكان هذا أيضا متغير مستقل الهدف منه أنه تخفيض تكاليف بالتالي تحقيق رضا الزبون اللي هو المتغير التابع نعم اطلعت على دراسات سابقة ايه نعم اكو دراسات مشابهة مقاربة كافة في هذا العنوان اكو كانت دراسات طبعا بس يعني مثلا ما اخذ جانب فقط تقنية أنترنيت الأشياء أو فقط تقنية سلسلة القيمة فأني جمعت بين هذه التقنيتين ووظفتها في سبيل أنه أوصل إلى طريقة لتخفيض بنود بعض التكاليف في الرحلات الجوية بالتالي نحقق رضا الزبون كيف يتحقق رضا الزبون بعد ما يلقى خدمات جديدة يتم عن طريق مثلا شراء التذكرة عن بعد ومو بشرط قصد المكاتب وعن طريق الدفع الإلكتروني اللي هو على البطاقات الاعتمانية وكذلك مثلا خدمة تحديد مقعد الجلوس بالطائرة مسبقا فهذه خدمات جديدة تأدي إلى تخفيض تكاليف التذكرة وتحقيق لرضا الزبون وبالتالي الانتفاع من زيادة أقبال الزبائن لتنفيذ رحلاتهم على مثل شركة الخطوط الجوية العراقية شون اللي يميز الدراسة في المحاسبة في الدراسات العليا عن باقي الكليات الإنسانية الأخرى شون اللي يميزها يضمن برنامج الدراسة في قسم الدراسات المحاسبية وأيضا المالية أنه فقرة التدريب اللي إحنا كطلبة يتم تدريبنا عنده مؤسسة عريقة مثل ديوارة قابل المالية الاتحادي ونطلع على بعض المشاكل اللي يتعاني منها المؤسسات وكذلك نكتسب خبرة عملية تقريبا سنتين على مستوى هذه الأربع سنوات كل سنة دراسية ست أشهر بالإجمالي الطالب راح يتخرج عنده خبرة ميدانية لمدة سنتين بالإضافة إلى المعرفة أو الجانب المعرفي والأكاديمي طريقة كتابة البحث يعني يتحدث عن المنهجية هي مشابهة للكليات الإنسانية الأخرى؟ نعم هي مشابهة لكن تعليمات المأحد تنص على أنه يكون تركيز بالجانب النظري بنسبة تقريبا 30% والجانب العملي يأخذ الحصة الأكبر اللي هي 70% كون شهادتنا وتخصصنا هو تخصص مهني فنعتمد إحنا في كتابة البحوث التطبيقية على الجانب العملي بشكل مركز أكثر وعلى الأرقام الفعلية المستخرجة من واقع السجلات المؤسسات اللي تم بيها الدراسة وما هو ممكن مقترح ومقارنة النتائج يعني حتى عفوا في الاستبيان نعتبره أنه شيء دام أهم ما يميز الباحث هو الفصل العملي بماذا تمتاز أطروحة الدكتوراه للدكتور علي إبراهيم في الفصل العملي بالجانب العملي اتناول بحثي جانب تصميم لبرنامج يطبق على الأجهزة الذكية تم تصميمها من قبل آني ومساعدة مبرمج عازل تأخذ بيه براءة اختراع؟ أتمنى إن شاء الله لكن هو يعني نكون أنه إحنا الأهم أنه نخدم بيه المؤسسة إن شاء الله هذا الأهم فهذا تناول البحث جانب أنه صميمة برنامج على الأجهزة الذكية ممكن تحجز من عنده التذاكر ودخل بياناتك أنت في مكانك وبدفع يكون عن طريق البطاقة الاعتمانية بالتالي حقق لي ميزات جديدة وخدمات مقدمة للزبائن جديدة وتمت مقارنة الواقع الفعلي لنموذج من بعض الرحلات المنفذة من قبل الشركة العامة الخطوط الجوية العراقية ونموذج المقترح مع بعض تطبيق هذا البرنامج كيف راح تنحسب التكلفة بالجديد وبعد المقارنة تحقق تخفيض بالتكاليف للرحلات مع زيادة بالخدمات المقدمة للزبون بالتالي يتحقق رضى الزبون ودعمت أيضا في جانب استبيان للآراء عن عينة اختيارك للعينة كيف كان اختيارك للعينة؟ عينة البحث كشركة خطوط الجوية العراقية هي كانت مستهدفة في بالي بعد ما صار الحظر بسبب جائحة كورونا وتوقفت شركات الطيران وبعدها دخول شركات منافسة جديدة للسوق النقل الجوي فبدت الشركة العامة الخطوط الجوية العراقية تخسر زبائنها نتيجة عدم مواقبة التطور في الجانب التكنولوجي وتحليل مسببات ارتفاع التكاليف نعم فكان هذا السبب في اختيار العينة أما لجانب الاستبيان فكان استبيان الكتروني لعامة الناس المسافرين على متن خطوط الجوية العراق كم استماركات؟ نعم 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 كم استن school طبعا استشارت الآن أيضا شركات برمجية متخصصة عن كلفة إنشاء هذا البرنامج في تصميمها و تقديدها بالمعلومات و حسبت التكاليف بصورة عامة تقريبا حصرت على نسبة تخفيض ما يقارب من خمس وثلاثين إلى خمسين بالمئة نعم على نفس الرحلة خرجت بتوصيات؟ نعم أكيد هذه التوصيات تكون بشكل حلول مقترحة من الباحث لمعالجة هذه المشاكل اللي احنا شخصناها شون هاي التوصيات؟ يعني مثلا الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في شراء في بيع التذاكر وشرائها من قبل الزبائن اقتناء برنامج أو تصميم برنامج ودمجة مع النظام الرئيسي لبيع التذاكر وطرحة على الأجهزة الذكية وكذلك استعمال أدوات الدفع الإلكتروني لتحصيل المبالغ بشكل أسرع مع عملية التحاسوب الدوري مع وكلاء البيع أو منافذ بيع التذاكر بشكل شهري أو يعني حسب المدد اللي هم متفقين بها مع هذه الجهات أو منافذ البيع التحصيل الإلكتروني يكون بشكل أسرع بتحصيل مبالغك وتنزيلها في حساباتك البنقية دكتور علي شكرا لك أنا شكرا جزيلا نعم مشاهدين كرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم تدرونا بحلقة أخرى من برنامج أطاريح اشتركوا في القناة